ستة أطعمة غنية بفيتامين اي لتعزيز المناعة ومكافحة العدوى رغم أنه من المهم تناول نظام غذائي يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية من أجل نظام مناعي قوي إلا أن هناك فيتامين رئيسي قد يساعد في تحسين صحتك ومناعتك بشكل أساسي وهو فيتامين اي وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويلعب دورا في المساعدة في تنظيم جهاز المناعة ووظيفة المناعة فما هي أهم الأطعمة التي تحتوي على فيتامين اي أولا البطاطا الحلوة توفر حبة بطاطا واحدة كاملة الحجم مع القشر أكثر من 150% من القيمة اليومية لفيتامين اي ويمكن تقطيعها إلى مكعبات وتحميصها في الفرن ثانيا السبانخ يمكن إضافة السبانخ إلى العجة والحساء والسلطات والعصائر كإضافة سهلة تساعدك على تلبية الكمية الموصة بها من فيتامين اي يوميا ثالثا الجزر يشتهر الجزر بأنه مفيد للصحة عينك وذلك لأنه مليء بالبيتا كورتين بحيث يلعب فيتامين اي دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة الرؤية وإنه أحد مكونات البروتين الموجود في أعيننا ويمتص الضوء لذا فإن فيتامين اي يساعد على دعم الخلايا في أعيننا رابعا الكبد شريحة واحدة من كبد البخر تحتوي على 6421 مايكرو جرام من فيتامين اي وهو ما يمثل 713 بالمئة من القيمة اليومية خامسا قرع العسل كوب من القرع المطبوخ مليء ب 1144 مايكرو جرام أو 127 بالمئة من القيمة اليومية الموصة بها وتحتوي هذه الخضروات أيضا على الألياف الصحية للقلب وفيتامين جيم وفيتامين بي ستة سادسا الكرنب الأخضر يحتوي كوب واحد من الكرنب على 722 مايكرو جرام وهو ما يمثل 80 بالمئة من المدخول اليوم الموصة به ويعتبر الكرنب أيضا مصدرا ممتازا لفيتامين سي والكاليسيوم وفيتامين كاف ومصدر جيد للحديد وفيتامين بي ستة والمغنيسيوم كما أنه يحتوي على الثايمين والنيسين وحمض البوثونيك والكولايين وهكذا أعزائي أنهينا لكم ستة أطعمة غنية بفيتامين A إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد دمتم برعاية الله